أهلا بحضراتكم من جديد يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الأخبار داخل جدران نادي الأهلي وكلمنا عن الحدث الأبرز والأهم النهاردة وافتتاح مجمع الصلاة بأهل الشيخ زايد والحقيقة زي ما قلنا أنه هو أربع ألعاب تنس الطاولة والسكواش والكاراتي والجنباز وافتتحوا النهاردة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل والحقيقة كان طبعا إنجاز كبير وإحنا الحقيقة أكتر الناس برنامج الأبطال صعداء بهذا الإنجاز لأنه إضافة قوية للبنية التحتية في النادي الأهلي بش بس في النادي الأهلي ولكن في مصر كلها لأنه هيبقى تحت أمر منتخبات وده وضع طبيعي جدا ومش غريب على النادي الأهلي نروح لأخبارنا المحلية اللي بديها من كرة اليد وفي حقيقة فيه قرار غريب يعني حقيقة ما نعرفش أسبابه إيه للتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل بطولة أفريقيا لكرة اليد اللي كان مقرر إقامتها الشهر القادم لأجل غير مسامة طبعا ده الخطاب اللي جي من الاتحاد الأفريقي بتأجيل البطولة والبطولة كان مفوضة تتلعب من 13 إلى 24 يناير اللي جاي في المغرب في مدينة أغادير اتحاد الأفريقي كان عامل القرعة كمان لو حداكم تفتكروا وكنا وقعنا في المجموعة الأولى كونغوا الديمقراطية والكاميرا والجابون وكان معهم مصر وبعدين قرروا لغاء القرعة وبعد كده شوية ورحوا لغوا البطولة كلها منتخبنا زي ما حضرتكم عارفين هو حامل اللقب وكنا كسبنا تونس في تونس بنتيجة 27-22 في آخر بطولة وكانت على صورة المنزل الحقيقة لا عايزة أتوقف عن ده شوية الحقيقة احنا مش عارفين أسباب للغاء يمكن اتحاد الأفريقي لكورة اليد عامل حاجة لو تفتكروا من فترة برضو كان ألغى بطولة أبطال الدور لكورة اليد كان برضو قرار برضو فجئنا بيه بالرغم ان كان معروف من لها لعبها بعد أبطال الكؤوس يمكن نادر قالي لعب السوبر سافر أبطال الكؤوس كسبها كنا في انتظار بطولة أبطال الدورة لكن تم إلغاء وبعد كده النهاردة عندنا بطولة في أفريقيا أنا توقع أنه ممكن يكون الإجراءات الاحترازية أو كورونا لها سبب من الأسباب لأن المغرب الحقيقة عامت شوية إجراءات فممكن يكون السفر لها صعب فالوقت دي ما يلحقوش يعني يخلوا دولة أو يتوجهوا لدولة تنظم الموضوع فقالك طب نستنى شوية نشوف الوضع الوبائي يتحسن شوية والحاجة كمان التانية أنه دي هتدربك كل برنامج إعداد منتخب مصر إذا ما حضركم عارفين إحنا كان عندنا بطولة يمكن البطولة الوحيدة اللي ما فياش مشكلة اللي هي البطولة الدوري الزهبي اللي هم الأربعة الكبار ولكن كان فيه بطولة عندنا في السعودية وكان فيه بطولة عندنا في قطر هيشارك فيها المحترفين أو المحترفين بطولة في الدول الأوروبية فطبعا ده هيدربك الدنيا للجهاز الفني وبالطبع اتحاد كرة اليد ده هيتطر يحط خطة بديلة لأنه مش عارف الحقيقة هيلعب إمتى وده للأسف بتبقى ساعات بيبقى لها أن عكسات سلبية على بعض المنتخبات لأنه بيبقى عمل حساب ومفضي لعبته وحاطة البرنامج بتاعه ولكن منتخب مصر أو الاتحاد المصري عنده من المرونة عودونا كده عندهم من المرونة اللي يقدروا يتحملوا أي قرارات مفاجأة من هذا النوع عشان يقدروا يعدوا بالفريق لبرا الأمن ما كانش فيه أكتر من بطولة العالم اللي تعاملت في مصر وكان ناس كتيرة جدة هتتأجل هتتعمل ومنتخب مصر ما تعدش ما خدش إعداد كويس لعب مباريتين بس مع البحرين على ما تذكر ومباريتين مع اليابان وكان فيه مباريتين كمان مع الأرجنتين على ما أتذكر هو ده كان إعداد منتخب مصر بس والحمد لله ده خدنا خدنا سابع يعني اتحاد كرة اليد ده نتيجة نتيجة أنه طول السنة بيستعد طول السنة ليه برنامج شغال 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 ما بيقفش عشان يخلص الدوري يبقى كده يشتغل زي بقى الاتحادات لا كل شوية يوقف الدوري والمنتخب يتجمع سواء كبار أو زغارين ثلاث يام في الأسبوع فإذا بطولة جات في واحد جات في اتنين جات في تلاتة احنا جاهزين وده فكر من الأفكار الجيدة جدا للاتحادات إنه دايما جاهز دايما جاهز أنا جاهز لأي بطولة تظهر مفاجئة أو تتأجل فتصور إن الأثار السلبية لتأجيل البطولة دي مش هتبقى على منتخب مصر ممكن الفرعة الأخرى خاصة إن قوام منتخب مصر هيبقى من نادي الأهل ونادي الزمالك واللعيبة المحترفين في الآخر ودول ماشيين بانتظام في بطولاتهم وماشيين بانتظام في أعدادهم فما فيش أدنى مشكلة خالص في منتخب مصر يمكن هتبقى مشكلة بالنسبة لمنتخبات الأخرى